خالينا كمان ننتقل ونتكلم بقى شوية عن أخبار كتير تسعيدنا وحبدأ بلعبة منتخب مصر المصارعة طبعاً سمر حمزة وكانت ضيفة عندنا على فكرة من ثلاث سنين كانت من أول أسبوع أو كانت من أوائل الديوف اللي نورونا في عشر الصبح في الأهلي سمر حمزة اسمي كبير جداً فازت مؤخراً بالميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية في السويد سمر حمزة فازت على بطلة الصين وهي بطلة كانت يعني زي ما بتقال عنها منافسة شرسة فعلاً في المباراة النهائية في وزن 76 كيلو جرام وقبلها فازت على بطلة السويد في مباراة الدور النصف النهائي بالمناسبة خليني يقول لحضراتكم انتخب مصر المصارعة النسائية بيستعد كمان للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة للأرامبيات واللي هتستضيفها مصر في برج العرب بالأسكندرية داخلها للفترة من 14 حتى 24 مارس المقبل فكرة ان انت كل شوية عملت سمع عن بطولات كبيرة جداً ومؤهلة للأرامبيات دي ما كناش منسمعها على فكرة في سنوات قليلة ماضية هنفضل نتكلم عن النقطة دي لان ده يعتبر إنجاز كبير جداً على مستوى الرياضة المصرية ومش بس كده والبنية التحتية وغيره في مصر ومش بس كده على فكرة ممكن اضيف كمان نقطة مهمة فكرة هنا العقول الموجودة اللي هي بتدير أنا قلت لحضراتكم إن كل البطولات دي بتدار عن طريق شباب مصري يعني ممكن يكون فيه كم عنصر أجنابي بيتم برضو يعني أخذوا في الاعتبار لكن الدنيا كلها والتنظيم كله والعمل كله بيتم بيه أو عن طريق شباب مصري فدي نقطة مهمة جداً أنت تشير إليها كمان ولازم تأكد عليها أن أنت زمان ما كانش عندك أصلاً مصدقية أو مش مصدق أن أنت ممكن تنفذ أو تقام عندك أي بطولة دولية لا بالعكس دلوقتي الموضوع مختلف تماماً فكل دي نجاحات لازم إن احنا نفرح بيها ولازم إن احنا نفخر بيها ما كانش عندنا بطولات بتقام بتؤهلك للأولمبياد ده ما كانش موجود يا جد ما كانش عندنا أصلاً يعني الملاعب ولا الإمكانيات إن انت تعمل أو تستضيف أي بطولة كبيرة كانت حاجات بتبقى بسيطة جداً وفي إمكانيات محدودة جداً لو حضراتكوا فاكرين ملف الرياضة ده زمان ما كانش فيه أي اهتمام أصلاً